زار المطران فيندكتوس الوكيل البطرياركي للروم الأرثوذوكس دير القديس تي أوديسيوس في قرية العبيدية لتفقد الأخوة الرهباني هناك والاطلاع على أحوال الدير الذي يقع على بعد ثماني كيلو مترات شرقية بيت لحم ويعتبر هذا الدير من الأديرة التاريخية التي تجسد تواجد الرهباني منذ فجر المسيحية وهو عبارة عن شبه قلعة مبنية على تلة تجذب الزوار للاندماج مع قداسة المكان وتراثه الديني ويعود تاريخ دير القديس تي أوديسيوس إلى الحركة الرهبانية التي انتشرت في فلسطين بين القرنين الرابع والسابع ميلادي وقد تم بنائه على يد القديس تي أوديسيوس في عام 465 ميلادي ويعتبر بمبناه الشامخ من أقدم الأديرة التي لا تزال مأهولة في العالم